لبيك يا حسين لبيك يا حسين أن تمسك باليمين كالجمرة دين رسول الله خيرك إلا منكم بالدين والإيمان ممسكين إن لم نكن بالدين والإيمان ممسكين فلم إذن على الثراب تعفر الحسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين أن تلتزم الحجار لبيك يا حسين أن تلتزم الحجار أخداه هذا مبدأ العفة والصوار إذن لماذا عفر الصفط على الدراب ليحفظ العفة بالنساء والشباب ليحفظ العفة بالنساء والشباب لبيك يا حسين لبيك يا حسين أن تلتزم الحجار لبيك يا حسين أن تلتزم الحجار أخداه هذا مبدأ العفة والصوار إذن لماذا عفر الصفط على الدراب إذن لماذا عفر الصفط على الدراب ليحفظ العفة بالنساء والشباب لبيك يا حسين أن تلتزم الصلاة لبيك يا حسين أن تلتزم الصلاة فهي عمود الدين والإيمان والثباب انضيع الضاعد مصبط على الفلاة انضيع الضاعد مصبط على الفلاة كأن لا مبدأ للحسين فهو ماء كأن لا مبدأ للحسين فهو ماء لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين أن نعرف من نكون مسلمون أمرنا لله مؤمنون نجتنب الفتنة والغيبة والظنون فهكذا نهج الحسين دائما مصب دبيك يا حسين أن تمسك باليمين كالجمرة دين رسول الله غير دين إن لم نكن بالدين والإيمان ممسكين فلم إذن على الثرى تأفر الحسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين أن تلتزم الحجار لبيك يا حسين أن تلتزم الحجار خبتار هذا مبدأ القفة والظنون لبيك يا حسين أن تلتزم الحجار خبتار هذا مبدأ القفة والظلون إذن لماذا عف мире والصبط على التروب ليحفظ العفة بالنساء والشباب نفيك يا حسين